رامي جبر من واشنطن يطلعنا على التفاصيل بسهولة وبالضربة القاضية استطاع الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشح الرئاسي الجمهوري الفوز في تجمع آيوا أو آيوا كوكس بعد ليلة طويلة في الحقيقة ولكنه استطاع أن يحسمها منذ البداية استطاع ترامب في هذا التجمع الانتخابي في ولاية آيوا الذي يعد الأول في مشوار الانتخابات التمهدية للحزب الجمهوري والمؤهلة أو التي ستحدد من الذي سيترشح عن الحزب الجمهوري لاتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024 في نوفمبر المقبل استطاع أن يحسم الأمر من بدايته وفي أقل من نصف ساعة تمكن ترامب من الحصول على حوالي ثلاثة أرباع الأصوات الانتخابية ولكن بالطبع هذه النسبة تقلصت مع استمرار التصويت واستمرار فرز الأصوات وانتهى به الأمر إلى أن حصل على 51% من الأصوات أي أكثر من النصف وفي المقابل حصل رون دي سانتس حاكم فلوريدا والمرشح الجمهوري على 21% بينما حصلت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة والحاكمة السابقة لولاية ساوات كارولاينا على تسعة عشر في المائة وبذلك يتفوق ترامب في هذه الجولة وبفارق كبير عن أقرب المرشحين أي حوالي 30% تقريبا وبذلك يقترب كثيرا دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق من الفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري لأن تجمع أيوة يعتبر مؤشرا كبيرا على من الذي سيحسم هذا الصرع الجولة القادمة ستكون مختلفة ستكون يوم الثلاثاء المقبل في ولاية نيوهام شاير وفي هذه الجولة ربما يلقى ترامب منافسة بعض الشيء من نيكي هيلي التي تحظى ببعض التأييد في ولاية نيوهام شاير حيث أظهر ذلك أظهر صلاعات الرأي أنها تحصل على نسب كبيرة ليست أكبر من ترامب ولكنها على الأقل تقترب منه بعض الشيء وفي النهاية وبعد جولة نيوهام شاير سينتظر يوم الثلاثاء الكبير أو سوبر تيوز دي كما يطلقون عليه هنا في الولايات المتحدة في مارس المقبل وبعد الثلاثاء الكبير سيتحدد من الذي يترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 وسيكون كما قال الرئيس الأمريكي أو علق الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ترامب سيكون هو المرشح الأوفر حظا كما تقول كل المؤشرات في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري